أهلاً وسهلاً بحضرتنا كيف يعملون؟ أهلاً وسهلاً برامجة على مسؤوليتي تقابلنا مع حضرتك كتير في تكريمات كتير النهاردة في تكريم من نوع مختلف شايف أن يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد منسي العقيد أحمد منسي في مسلسل درامي شايفها ديتساية؟ طبعاً حاجة كبيرة جداً لأن تعودنا أن تكسيد أو تكريم الشهداء في مصر حقيقة قوات مسلحة بجد يعني بجد أو مصر ما بتنساش الشهداء بتوعها بس كان التكريم بيبقى على سبيل إطلاق أسمائهم على شوارع أو ميدين أو كباري أو إله زيك أو مدارس وده حصل طبعاً كتير الحمد لله مع أحمد ومع كل الشهداء بس أن يحصل بقى مسلسل كمان يجسد بقى حياة الشهيد ويبعث رسائل بقى في السكة كده طول ما أنت ماشي دي بقى حاجة مختلفة جداً جداً وحاجة لها تقدير بقى خاص وجد حلم حلمي يعني كان خيالي يعني بالنسبة لي أنا كنت حاسة أن هي حلمي يعني الحمد لله نبارح بداية الحلم تدى يتحقق بعد استشجد بفترة بسيطة جداً بحوالي شهر أو اتنين شؤون معنوية طبعاً تولت الموضوع وفعلاً حصل تواصل معنا ومع أسرة الشهيد كلها بأن يحصل مسلسل أو عمل فني وفعلاً كان هتبقى شركة أخرى غير شركة سيناريجي يعني وكان يعني سيناريست أخر شركة إنتاج أخرى حصل التواصل وقعدوا معنا وخدوا معلومات وكل حاجة كانت تمام كذا شهر وبعد كده الموضوع يعني هدي شوية اتعطل لأسباب لا يعلمها إلا الله طبعاً بتاعت ربنا وخلاص وانتهى على كده وما سألتش تانياً بس فيضل حلم برضو فيضل كل رمضان أحلى به عد رمضانين ده التالت الحمد لله وزاي ما بيقولوا كده كلت أخيرة وفي أخيرة وربنا دايماً بيبقى شايل حاجة أكبر وبيرضي في الآخر وبجبر ففعلاً الموضوع المراضي كان جاي بقوة جداً بضخامة بمجهود خرافي فطبعاً الموضوع طالعاً الحمد لله الحمد لله أحسن بمراحل وده تاكريم يعني دا تاكريم كبير قوي من الدولة ومن القوات المسلحة ده بيقول إن فعلاً هم برضو حريصين على إن هم فعلاً سيرة شهداءهم دايماً تبقى في كل مكان سألت سؤال بقى وعايزين يجاوب للشعب المصري بصراحة طواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن الرئيس كان حريصاً ده يحصل طبعاً كان حريص جداً هو من أول يوم عموماً هو ما بينساش أهالي الشهداء خالص خالص وده أنا قلت كتير جداً على طول هو بيجتمع بينا طبعاً كل مرة بيبقى مجموعة غير التانية عشان يبقى حريص على إنه يشوف الناس كلها في الآخر في أي محافل أو أي تكريمات أياً كانت سواء يوم المرأة أو عيد الأم أو رمضان أو العيد ويمكن كان فيه العيد اللي فات واللي قابليه كان حريص على إنه يقبل أكبر عدد ويعمل حفلة للأطفال فدايماً أمهات وأطفال للشهداء دول على رأسه من فوق وبصراحة هو مش مقصر دايماً حريص على إنه هو يصدر تعليمات بالاهتمام بأمورنا وبشؤولنا عموماً المسلسل طبعاً حصل وكل شاهد وشاهد الندوة من ضمن الندوات التصقفية لسيادة الرئيس بنفسه وتحدث عن أحمد وعن عشماوي وعن الصورة اللي كانت بتجمعهم في فترة من الفترات وأنهما اشتغلوا مع بعض وقارن بصراحة مقارنة أنا مشوفتاش في حياتي يعني مقارنة للتاريخ نده بطل وأدى وعملوا بنسقف له وده هنجيبه علشان نحنسه يمكن فكرة بدأت من هنا فكرة الاختيار يعني طريق الخير والشرم طبعاً إحنا هو ده كان مع ده وخدم مع بعض وكانه في طبق واحد ويمكن عاشوا مع بعض أكتر مع أخواتهم في البيت ومع ذلك ده اختار طريق الخير وبنسقف له وده اختار طريق طبعاً الوده في الحتة اللي راح فيها فسيادة الرئيس طبعاً طبعاً على طول فاكر الشهداء ويعني مهتم حتى بالعمل ده إن شاء الله ويا ربي يتابع كده ويعجبه وينال إعجابه إن شاء الله عز عرف بقى منك تواصلتي مع المؤلف أو السيناريست أكيد كان عايز منك قصص معينة إيه بقى طبيعة القصة اللي تنهي له طلب منك إيه؟ طبعاً طبعاً دكتور باهر أحيي لأن دكتور باهر ده ما شاء الله عليه يعني طبعاً جالي كان حريص جداً أول حاجة مدأ بيها ويعني جاي حد اسماعي ليه قاعد معي يوم كامل كامل من أول النهار لآخره وكان معي طبعاً عدد من أصدقاء أحمد المقربين جداً برضو اللي بيساهموا وعارفين قصص كتير جداً سأل على تفصيل كتير جداً 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 يعني كان سيبني أحكي كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها سأل عليها في حياة أحمد نوع الأكل طبيعة الأكل طبعاً كان بالنسبة لي أنا كان التركيز على الجوانب اللي هي البيتية أو الحياة الإنسانية أو الشخصية اللي هي تعاملوا مع البيت مع الأسرة مع الأولاد في الشارع طبعاً جوانب العسكرية ما كانتش بتتوجه ليه أسئلة خالص لأن طبعاً لا أعلم عنها بس كان حريص جداً طبعاً وبعد كده بقى فضل لحد يمكن من أسبوع لحد ما سلم السيناريو على تواصل معي على الواتس على طول ترجمة نانسي قنقر